موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد نبحث فيها موضوع الاستشراق وأثره على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب في هذه الحلقة نبين مفهوم الاستشراق والمحتوى الذي قدمه المستشرقون فيما يتعلق بالإسلام والعرب تحديدا وأثر ذلك على موقف الغرب من رسالة التوحيد وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة نحاول بيان العلاقة بين كل من الحركتين الاستشراقية والاستعمارية التفاصيل بعد هنا للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد حياكم الله خجهات موضوعنا في برنامج مقاصد جديد نسبيا في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن الاستشراق وأثر الاستشراق على صورة الإسلام في الغرب لكن قبل ذلك يعني منهجيا لا بد من أن تحدثنا عن مفهوم الاستشراق نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد الحياكم الله ورحمة الله خير طبعا هذا الموضوع موضوع كبير ومتشعب والحديث فيه حديث طويل إنما قد يكون المدخل من ناحية المفهوم يؤثر علينا أشياء كثيرة هو يعني كلمة الاستشراق الاستشراق في التركيبة العربية معناها طلب الشرق الألف والسين والتاء معناها طلب الشرق استخبال فنفهم أنه الذي يتحدث عن الاستشراق هو غربي فواحد غربي يطلب ما عنده الشرق وما لدى الشرق من العلوم والمعارف فهذه الحركة التي هي حركة الاستشراق هي حركة علمية نشأت في الغرب الغرب يعني أوروبا ثم صارت فيما بعد أوروبا وأمريكا لأنه بداية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية آه الولايات المتحدة الأمريكية فهو هذا المفهوم ننظر إليه باعتباره كيان أو شخص أو منظور غربي للعالم فالذي في الغرب ينظر إلى الشرق فطيب الاستشراق عرف بأنه طلب ما عنده الشرق من العلوم والآداب معذرة هنا الشرق مطلق الشرق طبعا نحن في حلقتنا سنتحدث عن الإسلام والعرب عن المسلمين والعرب لكن الاستشراق يعني بالشرق كله نعم صحيح هذه الحركة حركة طلب ما لدى الشرق ولذلك هناك يسمونه الشرق الأقصى يقصدون اليابان والصين والشرق الأدنى أو الشرق الأوسط وهو منطقتنا العربية بالإضافة إلى إيران وتركيا فهذا هو مفهومهم فبالتالي نفهم أن هذه الحركة حركة غربية نشأت في الغرب وتطورت في الغرب وقصدت أن تفهم وتدرس وتبحث الشرق فلذلك أخذت اسمها ذل إحاء الجغرافي الذي يقسم الناس إلى شرق وغرب فهذا هو المفهوم البسيط لحركة تستشراق أنها حركة علمية تعنى بدراسة ما لدى الشرق من العلوم والآداب والجغرافيا والسكان وغير والأخلاق والطباعة طب حقيقة دكتور أستاذ محمد قبل أن نتحدث عن ملابسات تشكل هذه الظاهرة نريد أن نعرف منك وأنت باحث في التاريخ طبيعة العلاقة وحدود العلاقة بين الإسلام وبين الغرب قبل نشوء هذه الظاهرة نعم طبعا هذا سؤال مهم جدا ويستدعي تمهيد تاريخي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت القوة الغربية كانت هي الإمبراطورية الرومانية الغربية الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الرومانية انقسمت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون إلى إمبراطورية رومانية شرقية وإمبراطورية رومانية غربية الإمبراطورية الرومانية الشرقية اعتنقت بشكل عام الأرثوذكسية كمذهب مسيحي وكانت عاصمتها القسطنطينية التي هي الآن إسطنبول الإمبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها روما ومذهبها العام المسيحي مذهب كاثوليكي وعاصمتها الدينية روما التي فيها الفاتيكان فهذا الانقسام بين الإمبراطورية الرومانية الشرقية والإمبراطورية الرومانية الغربية سيظل موجودا حتى عصرنا الحالي فلما بعث النبي وبداية الفتحات الإسلامية كانت القوة الكبرى المسيحية هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي عاصمتها القسطنطيني بسبب الفوضى التي كانت تدب في الإمبراطورية الرومانية الغربية وبالتالي حتى الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا فقال مدينة هرقل في مفهوم الصحابة في ذلك الوقت أن القوة الباقية من المسيحية هي قوة الإمبراطورية الرومانية الشرقية طيب نستطيع القول أنه منذ أن بزغ الإسلام وحصل الاحتكاك والفتوحات بينه وبين العالم المسيحي كانت القوة المسيحية التي تصدت للإسلام وحاربته هي الإمبراطورية الرومانية الشرقية البيزنطية وظلت هكذا مدة ثمانية قرون إلى أن فتحها محمد الفاتح وأزال الإمبراطورية البيزنطية وبقيت الإمبراطورية الغربية الصمود الذي صمدته القسطنطينية ثمانية قرون هو الذي أتاح للإمبراطورية الرومانية الغربية الوقت لكي تتوحد من جديد يعني لو تصورنا أن الإسلام انتصر على البيزنطيين في صدر الإسلام في الفتوحات الأولى لن تصورنا أن الإسلام عم أوروبا كلها في ذلك الوقت لكن هذا الصمود أتاح للغرب أن يأخذ الفرصة لكي ينهض من جديد ويستجمع قوات ويستجمع قوات طيب الإمبراطورية البيزنطية أنتجت بالفعل صفا من بشكل فيه تجاوز من المستشرقين الإمبراطورية البيزنطية مجازا مجازا أنتجت صفا من المستشرقين هؤلاء هم الذين أخذوا على عاتقهم مجادلة المسلمين والطعن في الإسلام ومحاربة الإسلام وتشويه صورة المسلمين هذا في القرون الأولى من الهجرة هذا في القرون الأولى نعم هذا في القرون الأولى وظهرت أشياء كثيرة يعرفها المهتمون بمقارنة الأديان مثل المناظرة التي كانت بين محمد الكندي وبين يسوع الدمشقي وكمان يوحن الدمشقي المهم يعني أمور يعرفها المشتغلون بمقارنة الأديان لكن هذه الحركة الحركة التي سننسميها مجازا الآن استشراق لم تتطور إلى حركة مؤسسية لأن الإمبراطورية البيزنطية كانت دائما تحت ضربات المسلمين فلما انتهت الإمبراطورية البيزنطية انتهت معها هذه الظاهر لكن قبل أن تكمل هذه أستاذ محمد يعني أفهم منك أن طبيعة الصراع وحدوده بين الإسلام وبين الغرب كانت قائمة على لم نقل غرب يعني الإمبراطورية البيزنطية التي هي رأس حربة الغرب كانت قائمة على الصراع صحيح كانت قائمة على الصراع لأنه بالنسبة لي يعني إذا أنت وضعت نفسك أمام وضعت نفسك مكان من يوجد في القسطنطينية أو من يوجد في روما سيجد الإسلام كإعصار كاسح يمتد بسرعة رهيبة غير مسبوقة وهذا الكلام يكتبه المؤرخون الغربيون حتى الآن أن الفتحات الإسلامية فتحات شديدة الصرعة ومدهشة ولا تكاد تفسر حتى أنها تصنف في الإعجازات التاريخية أن تنطلق ثلة من العرب الذين كانوا مجهولين فتكتسح ما بين الصين وفرنسا في ظرف 70-80 سنة هذا لا يكاد يعقل هو يتحدث المؤرخون بأن هذا غير معقول ظاهريا نعم من حيث الظاهرة البشرية صحيح ولهم في هذا كتابات مليئة بألفاظ الدهشة والذهول والصاعقة فبالتالي هنا الذي نحكيه الآن ونحن نبحث في جذور الاستشراق كيف نشأ أن الإمبراطورية البيزنطية أنتجت مستشرقين بمجازا كما قلنا تولوا هم مهمة مجادلة المسلمين دينيا وعقائديا وتولوا كذلك شيطنته بالنسبة للبيزنطيين لكن هذه الحركة لم تتطور لأن الإمبراطورية البيزنطية نفسها زالت فبقي الجزء الغربي الجزء الغربي هذا الذي تطورت فيه حركة مواجهة المسلمين فكريا إلى مؤسسة الاستشراق وحركة الاستشراق وعلشان كده صار اسمها استشراق لأنها أخذت إحاءا جغرافيا غربيا لأنها جاءت من الغرب فنظرت إلى الشرق يعني لو كانت الإمبراطورية البيزنطية لم تكن لتسمي المسألة استشراقا لأنها أصلا جزء من الشرق يعني هذا أستاذ محمد الغرب يقول بأن حضارته مبنية على الحضارة الإغريقية والحضارة اليونانية هل يدخل في ذلك الاستشراق الاهتمام والبحث والتقميش في الحضارة الإغريقية؟ نعم يدخل لكن ليس بمسمى الاستشراق بمسمى جذورهم هم كغرب يعني الفلسفة الغربية حين نمسك أي كتاب في تاريخ الفلسفة الغربية فدائما الفلسفة الغربية تبدأ بفلاسفة اليونان سقراط وأفلاطون وأرستو نعم وهم يعتبرون أن جذور الغرب وحتى هذا في الوقت الحالي يعني حتى هن تينجتون لما تحدث عن الحضارات يتحدث عن الجذور الغربية للحضارة فالغرب يرى أنه هذه من جذوره الحضاري لكن متى صار لأوروبا هوية موحدة؟ أنا أتكلم الآن عن أوروبا الغربية متى صار لها هوية موحدة؟ صارت لها هذه الهوية في عصر الحروب الصليبية نحن لو تأملنا في عصر الحروب الصليبية سنجد أن هذا العصر ما قبله لم تكن أوروبا تشعر بنفسها كأوروبا موحدة وذات هوية محددة فيما قبل هذه اللحظة هذه اللحظة هي التي صنعت أوروبا الهوية الأوروبية المسيحية لحظة الحروب الصليبية وهذا مما أطال النفس فيه محمد أسد ليوبولد فيس في كتابه الطريق إلى الإسلام نعم أو الطريق إلى مكة ترجم ترجمتين ويعني يقول أنه هذه وطبعا تكلم في هذا غيره مثل منتجم ريواط ومثل ماكسيم رودينسون فرنسي منتجم ريواط بريطاني لكن يقول أنه هذه الحركة الصليبية هي التي أعطت أوروبا روحها الواحدة فصارت أوروبا تشعر أنها أوروبا وأن البقية شرق لكن من البقية في ذلك الوقت هم المسلمون هم المسلمون لأنهم على حدود الاحتكاك لم تكن هناك قوة موجودة تتحدى أوروبا في ذلك الوقت إلا المسلمين المسلمين كانوا موجودين في الشرق موجودين حتى في الشرق أقصد الشام ومصر وموجودين في الغرب في إسبانيا الأندلس وموجودين في المغرب في الجنوب والشمال الأفريقي وكانت بدايات الدولة العثمانية وما سبقها من السلاجقة موجودين في الشرق بالنسبة لهم في بغدادة ودمشق والشاء ومصر وسلاجقة الروم كذلك لأنه سلاجقة الروم وصلوا إلى الأناظول فمن بعد موقعة ملاز كرد ملاز كرد هي الموقعة التي زال فيها نفوز الإمبراطورية البيزنطية من الأناظول وتمدد إليها المسلمون فبالتالي كان المحيط الذي يحيط بأوروبا في ذلك الوقت وقت الحروب الصليبية هو المحيط الإسلامي فبالتالي الصورة التي تشكلت عند الأوروبيين صورة الأوروبيين المسيحيين مقابل المسلمين وحيث أن الأجواء وأجواء حروب وأجواء مواجهة وأجواء صراع فكان لابد للمتحدثين عن الإسلام أن يتحدثوا عنه بأبشع صورة ممكنة طيب هذا يعني الآن أنت بهذا السياق أخفتنا مباشرة ووضعتنا في قلب الصراع الحضاري طيب هنا أريد أن أسألك أن قدمت الملابسات التاريخية لظهور فكرة الاستشراق لكن نريد أن نتحدث هذه الظاهرة الخطيرة والمهمة والتي لها دور في التاريخ البشري ما الدوافع والأسباب التي أدت إلى ظهور الاستشراق؟ ماذا كان وراء هذه الظاهرة؟ أبني على ما انتهينا إليه في إجابة السؤال السابق أنه نحن إذا وضعنا أنفسنا في مكان أوروبا ووجدنا أن الجسد الإسلامي يتمدد ويتمدد ويكاد يضيق الخناق على الحالة الأوروبية المسيحية لأنه لم تكن فقط الأندلس وإنما المسلمون حكموا جزيرة سقلية لمتين سنة في قلب في جنوب إيطاليا وحكموا جزر البحر المتوسط وتمددوا حتى هددوا الفاتيكان نفسه الأغالبة هددوا الفاتيكان فالحصار يضيق بالنسبة للمسيحي الذي يسكن أوروبا هذا المسيحي يريد أن يدفع عنه الإسلام ويريد أن يجيش الجيوش لحرب الإسلام فلابد أن يتحدث عن الإسلام بأبشع صورة ممكنة فلذلك كانت الدوافع تريد حركة بمصطلحين المعاصر حركة إعلامية أكثر منها حركة علمية كيف يعني؟ يعني تريد إعلاما يجيش الجيوش ويلهي بالنفوس ويثير الأحقاد ويؤلف القصص ويفبرك الأخبار لكي يصنع المقاتلين الأوروبيين فلذلك هذه حركة أنا أقول بمصطلحين المعاصر حركة إعلامية لكن زمان ما كانش في إعلام زمان كان في قساوسة يمتلكون المنابر ويمتلكون أن يكتبوا فهؤلاء سيكتبون ما ظاهره علما ما ظاهره علما فمن هنا اعتمدت هذه الحركة منهج تشويه الإسلام ورميه بكل نقيصة هذا ربما متعلق بالمحتوى الذي قدمه المستشرقون أستاذ محمد أتحدث نوعا عن الدوافع نعم فالدوافع التي حركتهم هي دوافع قتالية دوافع عدائية أساسها صراع ديني أم حضاري أم صراع اقتصادي هل رصدت شيئا في التاريخ؟ الأساس هو الدين الدين الأساس هو الدين حتى كلمة حضارة التي نقولها الآن هي كلمة فيها روح علمانية معاصر يعني ما قبل العصور العلمانية لم تكن كلمة حضارة تستخدم بمعنى المحتوى الثقافي وحتى أحد فلاسفة الحضارة مرس المس كان يقول الحضارات الكبرى قامت على الأديان الكبرى فالحقيقة إن كل حضارة قلبها محتوى ديني فمسألة الصراع الديني هو صراع حضاري بمصطلحات ذلك الوقت يعني نقول صراع عقدي نعم هو صراع عقدي نعم هو صراع عقدي يترجم أحيانا بالألفاظ العلمانية الآن باعتباره صراع حضاري لكنه في جوهره صراع عقدي هذا الصراع العقدي لا شك تدخل عليه الدوافع الاقتصادية والدوافع المادية وسائر الدوافع لأنه في النهاية الدين لا يتحرك في الفراغ الدين يخاطب بشرا فيعني حين يأتي القس ويقول من الإهانة أن يسيطر الوثنيون المسلمون على قبر المسيح هذا خطاب دين وهو يقول نفسه في الجملة التالية إن أنهار الشرق تفيض لبدا وعسلا فهو يقدم المحتوى الديني لمن يستثيره المحتوى الدين ويقدم المحتوى المادي الاقتصادي للملوك والإقطاعيين ومن لا يستثيره المحتوى الديني ففي النهاية كل صراع كبير تتضافر فيه العوامل لكن ما هو الأصل الذي يحرك الصراعات هو الأصل الدين فلذلك نقول أنه إذا حين نتحدث عن الدوافع التي بدأت بها حركة الاستشراق فنقول أنها دوافع حربية لأنه إذا رصدنا مرحلة ما قبل الحروب الصليبية التي تؤسس لهوية أوروبا كما قلنا ما الذي كان قبل الحروب الصليبية كان هناك وقعتان مشهورتان موقعة ملاز كرد في الشرق وهذه التي أسر فيها الإمبراطور الروماني لأول مرة في التاريخ الإسلامي لأول مرة في التاريخ الصراع في التاريخ البشري ربما لا أدري ربما في فارس والروم حصل لكن لا أدري لكن منذ أن ظهر الإسلام كان آخر ما حقاقه المسلمون على الأقل فيما أعلم هو جرح الإمبراطور الروماني في معركة ذات الصواري أيام سيدنا عثمار بن عفان ابن قسطنطين بن هرقل هرقل هذا الذي سمع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ابنه قاد الجيش البحري بنفسه في معركة ذات الصواري وجرح هذا أكبر إصابة وحصلت لكن في معركة ملاز كرد ألب أرسلان أسر الإمبراطور الروماني أرمانوس الرابع بالفعل فكان تهديدا خطيرا وزالت به كما قلنا الإمبراطور الروماني بيزنطين من الشرق ثم من الغرب جاء المرابطون ودافعوا عن الأندلس في موقعة الزلاقة في المملكة المغرب العربي نعم لكن الزلاقة كانت في الأندلس فحفظوا الأندلس لمائة سنة على الأقل أو لأربعمائة سنة بعوامل أخرى فبالتالي هذا الحصار الإسلامي إن صح التعبير هو الذي استفار هذه الدوافع الصليبية الأوروبية فبالتالي كان محكوما من البداية على هذه الحركة أن تكون حركة تشويهية طيب أستاذ محمد إذا لم تخوني الذاكرة أن الاستشراق كمفهوم ناضج ربما بدأ في النمسا في القرن الرابع عشر الهجري نعم صحيح هذا قد يكون مفهوما أن تنشأ بعض المراكز الاستشراقية في الغرب لدراسة الشرق لكن ما ليس مفهوما بعد ذلك بعد في القرن الخامس عشر والسادس عشر انتشار أفقي بشكل غير مسبوق في كل أنحاء أوروبا للمراكز الاستشراقية ما تفسير هذه الظاهرة ما مغزاها نعم جزاكم الله خيرا أيضا هذا سؤال مهم في رصد التطور الاستشراق بداية يجب أن نقول أن المستشرقين الأوائل كانوا قساوسة يعني أول من يشار إليهم كمستشرقين هو البابا سلفسترستاني هذا كان في سنة تسعمية تسعة وتسعين يعني قبيل الحروب الصليبية درس في الأندلس وفي المغرب وهناك آخرون مثل بيتر بطرس المحترم أو بطرس المبجل وهذا كان أحد رجال الحروب الصليبية وكان من رجال دير كلوني في فرنسا وهناك أيضا يعني جيراردي كريموني من دير كريموني القصد أن الاستشراق بدأ على يد قساوسة وبدأ في أديرة بدأ في مناطق الاحتكاك مثل ما كان في الأندلس ثم ازدهرت الدراسة في الحروب الصليبية حين نزلوا إلى بلادنا واحتلوا الشام لمدة 200 سنة طيب هذه الظاهرة يعني القساوسة القساوسة حين نتكلم عن قساوسة في ذلك الوقت يعني لا نتكلم عن أفراد عاديين لهم اهتمام علمي بل نتكلم على أناس تحت أيديهم مؤسسات وموارد توجه حكوميا نعم توجه يشبه أن يكون حكوميا بما لدى الكنيسة من أملاك وأراضي ومؤسسات هذه المسألة أخذت في حدود القرنين حتى تطورت إلى ظهرت في أوروبا المعاهد والجامعات بدأت أوروبا كما قلنا تنضج علميا وبدأ يظهر فيها المسألة القومية مسألة رؤوس الأموال ومدن التجار الأشياء التي يعرفها المهتمون بالتاريخ الأوروبي حتى تحولت الأمور العلمية إلى معاهد ومؤسسات فهنا بدأ يحدث مثل ما ذكرت تفضلت بذكر مجمع فيينا الكنسي الذي قرر إنشاء عدد من كراسي اللغة العربية يعني أقسام اللغة العربية واليونانية والعبرية الأشياء التي تعنى بدراسة الشرق ثم لماذا النمسا؟ لأنه في ذلك الوقت كانت قوة أوروبا في النمسا التي كانت سامة بروسيا الإمبراطورية الرومانية المقدسة في ذلك الوقت فيما بعد هذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت تتعرض لضربات مستمرة على يد العثمانيين لذلك العثمانيين من إنجازاتهم أنهم يعني قضوا على كثير من القوة المسيحية الموجودة في الشرق شرق أوروبا تحديداً فبدأ يظهر فيما بعد ظهور وانتشار الكراسي اللغة العربية في فرنسا وفي بريطانيا وفي إيطاليا ظاهرة لماذا انتشرت بهذه الكثرة؟ يعني ربما يكون هناك خمسة مراكز ستة مراكز وأرجو الاختصار في الإجابة نسنة بلا فاصل ربما يكون هناك أربع أو خمسة مراكز ترصد الشرق وتدرسه وتؤسه لكن كان كثيراً جداً يعني إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا كلها انتشرت فيها في ذلك الوقت كانت مسألة دراسة الشرق أولوية أولوية على أكثر من مستوى مستوى أننا ما زلنا في صراع مع القوة الإسلامية الموجودة في الشرق وكذلك من جهة أنه تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي يعبر إلى الشرق وبالتالي ظهرت لنا من كنوز الشرق ما لم يكن متوقعاً فيما قبل فبالتالي كانت هناك قوة مالية موجودة من مدن التجارة التي تأسست عبر الأساطيل هذه القوة المالية ساهمت في إنشاء قوة استعمارية القوة الاستعمارية كانت تحتاج دائماً أن تتزود من معرفة الغرب الشرق وثقافاته المتعددة يعني لابد الآن من الحديث سنذهب إلى فاصل لنبحث بعده المحتوى الذي قدمه المستشرقون وخصوصاً فيما تعلق بالإسلام وبالعرب تحديداً وقفة قصيرة ومن ثم لنعودة ترجمة نانسي قنقر أسعدكم الله ما زلنا في الحديث سوياً عن الاستشراق وأثره على صورة الإسلام والمسلمين في الغرب ودائماً حديثنا في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية نجد الترحيب بكم حياكم الله أستاذ محمد المحتوى الذي قدمه المستشرقون فيما يتعلق بالإسلام وبالمسلمين والعرب ما هذا المحتوى؟ كيف قدموه؟ نعم دعني أضيف شيئاً على السؤال السابق حين ذكرت انتشار المراكز نحن لا ننسى أن العلم في ذلك الزمن كان علماً مشرقياً يعني الطب والفلسفة والهندسة والكيمياء كل هذه العلوم كانت تأخذ في المشرق فكان تطور العالم الغربي مما يجبرهم على أن يتعلموا هذه الأمور باللغة العربية فلذلك انتشار المراكز والجامعات التي تعنى بآداب العربية إنما كان من ضمن مقصوداته أيضاً هو هذا العلم الموجود عند العرب من معذرة أستاذ محمد أنا قرأت في التاريخ بأنه يعني إذا ما كان هناك مثلاً نبيل من نبلاء أوروبا أراد أن يتزوج نبيلة يخطبها فكان حتى يتقرب إليها يتكلم بعض المفردات العربية حتى يظهر لها فخامته ورقية وأن هذا صحيح في التاريخ نعم نعم هذا صحيح وقصصه كثيرة ومنتشرة وكثير من العادات الأوروبية حتى الآن جذورها عربية وكثير من الألفاظ الأوروبية جذورها عربية هنا أشير بسرعة إلى كتاب شمس الله تسطو على الغرب للمستشرقة الألمانية سيدريد هونكا ذكرت في الفصل الأول كثير من الألفاظ في اللغات الأوروبية أصلها عربي يعني جكت هذا جكت الذي نقوله أصله كلمة تشكة وهي عربية الكبل أصله الحبل وهو عربي الأرسنال أرسنال هو تحريف من دار الصناعة أرسنال دار الصناعة وأشياء كثيرة والرومانسية والغزل كانت أصلاً أخذت من العرب نعم وحتى العباءة والعمامة يعني الآن ملابس التخرج في الغرب تجد هناك عباءة وعمامة هذه أصلها العربية كلمة لسانس هي محرفة من كلمة إجازة الإجازة لسانس طب إذا ما كانت هذه الصورة الإيجابية في نفس الأوروبيين عن العرب والمسلمين فما المحتوى الذي قدمه المستشجقون محتوى الفكري هل كان متأثراً بهذه النظر أم متأثراً بأسباب كلاهما معاً كيف هذا المحتوى سما العامة لهذا الإنتاج الفكري والأدبي عن العرب والمسلمين قصدت القول إن من يريد أن يبني حضارته وهذا ما فعله الغربيون هو أن ينظروا نعم بإعجاب إلى العالم الإسلامي وما لديه من علوم وتفوق وإشراق ولكن ليأخذوه ويطوروه وينتصروا به علينا وليس ليسلوبهم يعني هذه مسألة الصراع الحضاري مسألة موجودة ومثلاً مارتل لوثر الرجل المشهور مارتل لوثر كان له كلام شديد جداً سيء جداً يعني في القرآن وفي المسلمين ومع ذلك كان شديد الانبهار والإعجاب بما لدى المسلمين من العلوم ومن الحضارة والدولة العثمانية في ذلك الزمن زمن مارتل لوثر وما قبله وما بعده كانت النموذج المشرق لأوروبا التي تهلكها الحروب الدينية كانوا يعني كانوا يرون مجتمعاً في تعايش فيه أصحاب الأديان المختلفة بلا مشكلات يعني مثلما نحن الآن نرى أوروبا مثلاً كيف أنك يمكن أن تكون معارضاً سياسياً وتعيش حياتك بشكل طبيعي وهذا لا يوجد طبعاً في عالمنا العربي فبالتالي كان العالم الإسلامي كان يمثل بالنسبة لهم نموذجاً مشرقاً وبراقاً نعم ومع ذلك فهؤلاء وثنيون وهؤلاء ظلوا عن عبادة المسيح فهؤلاء اتبعوا الغاوي محمداً صلى الله عليه وسلم طبعاً ناقض الكفر ليس بكافر فيجتمع هذا وذاك يجتمع الإعجاب والكره في نفس اللحظة كما يحدث أيضاً نحن في عالمنا المعاصر أنك تجد كثير من أبناء المسلمين يعرفون عداوة الغرب ويعرفون جرائم الغرب ومع ذلك يعترفون بما لدى الغرب من أمور مبهرة ومن تقدم علمين طب المحتوى الفكري والأدبي الذي كان حاضراً في أعمال المستشريخين كان يركز على استهداف الإسلام في عقائده وأحكامه وأدابه هذا جانب من الجوانب طبعاً إحنا الآن دخلنا إلى مسألة المحتوى الفكري نعم يجب أن لا ننسى أبداً كما قلنا أنه حركة الاستشراق ولدت في أجواء الحروب الصليبية وأن القائمون بها الأوائل كانوا قساوسة وأن الذين أنشأوا قرارات يعني قرروا إنشاء كراسي اللغة العربية كان مجمع كنسي وبالتالي فالحالة العامة السلطة العامة والأجواء العامة كانت تجيش هذا العلم ليكون ضد المسلمين فبالتالي عموم المحتوى عموم المحتوى الاستشراقي هو محتوى تشويهي للإسلام والمسلمين محتوى تشويهي يتطور مع كل عصر حتى أن ماكسيم رودينسون يقول أنه في أجواء الاستعمار يعني فيما بعد حين وصل الغربيون إلى مصادرنا في أجواء الاستعمار وعيد بعث خرافات العصور الوسطى مضافاً إليها زخرافات عصرية يعني صرت تقدم المادة نفسها في محتوى علمي أنيق مزخرف حتى أنه دكتور محمد الشرقاوي له تعبير يقول أن الاستشراق هو أكبر عملية تزييف وعي في التاريخ لأن الاستشراق كان مسؤولاً عن تزييف وعي الأوروبيين بحقائق الإسلام وتشويهه إلى الدرجة التي نشأ ينشأ الغربي بطبيعته على عداوة الإسلام حتى وهو يجهله طب أستاذ محمد يعني الصورة النمطية التي كانت تكرس عن الإسلام في الغرب هل مردها إلى جهل بحقائق الإسلام وعدم القدرة على الوصول إلى المصادر الأصلية للإسلام أم مردها إلى شعور بالغبن من تفوق المسلمين عليه لا ليس مردها للجهل وهذا كلام حتى يقوله مسشقون بأنفسهم يعني رودي بارت وهو أحد المسشقي الألمان وهو كتاب منشور بالعربية اسمه دراسات العربية والإسلامية في الجماعات الألمانية يقول في صفحاته الأولى من هذا الكتاب أنه لم تكن هذه الصورة نتيجة جهل بالإسلام فقد كان المستشرقون الأوائل قادرون على الوصول وبشكل واسع إلى المصادر الإسلامية ولكن كانت الروح الحربية والجو الصراع لا يسمح بوجود هذه الصورة المعتدلة فبالتالي ما إن يظهر واحد يتكلم بإنصاف عن المسلمين إلا ويعاني أو يضطهد أو هو نفسه يستدرك يعني إحنا لدينا كثير من القصص مستشرق يكتشف الحقيقة فيكتبها فيفصل من عمله أو يضطهد أو يشوه من قبل المستشرقين الآخرين أو هو يكتبها ثم يستدرك فيقول مثلا أن الإسلام هو العقيدة المقبولة لمن لم يعرف المسيحية يعني هذا كلام بيتر دي ألفونسو وهو كان طبيبا للملك هنري الإنجليزي لأنه طبيب يعني مكسيم رودينسون يقول لأنه طبيب وكان يطلع على الإنتاج الإسلامي في العلوم فكان يعرف أن المسلمين لا يعبدون الأصنام لأنه خد بالك وهنا أيضا هذا أمر يجب أن نركز عليه الصورة الغربية التي كانت موجودة في العصور الوسطى عن الإسلام صورة زائفة تماما يعني من هو محمد في ذلك الوقت محمد هو رجل أباحة للقبائد العربية الشزوز والزنا والشهوات والخمر والواط لكي يجذبهم إلى دينه وهو رجل ساحر واستطاع بتدبير بعض السحر أن يخدع العرب البسطاء طيب كيف استطاع أن يخدع الناس أنه يوحى إليه درب حمامة بيضاء على أن تلتقط حبات الفصولية أو البسلة من فوق أذنيه فيبدو للناظر أن روح القدس يوحي إليه أصنام محمد تملأ الجزيرة العربية وتصنع من الجواهر والمسلمون حين يذهبون إلى مكة يشاهدون جثة نبيهم محمد في حلقة مغناطيسية ضخمة موضوعة في نقطة التوازن فهذه الصور هذه الحجج التي تساق ضد النبي عليه الصلاة والسلام توحي بشكل آخر ربما يجب أن نلتفت إلى أن طبيعة الثقافة الذهنية والعقول البسيطة التي يمكن أن تتأثر بهذه الكلام الذي ربما لا يصديقه أي عاقل بمعنى أنها كانت غارقة في الظلام أوروبا نعم أوروبا في ذلك الوقت كانت غارقة في الظلام فعلا وكان من يستطيعون القراءة والكتابة هم عدد محدود من القساوسة يعني ليس كل القساوسة والخرافات الشعبية هي التي كانت منتشرة ثم ليست هناك وسائل اتصال يعني ليست هناك يجب أن ينكمل البغلة ويسافر إلى الشرح حتى يكتشف بنفسه فبالتالي ما شئت أن تقوله قلته والناس يصدقون لأنه يأتي من القس الذي ينطق باسم الرب والذي يملك الحرمان فبالتالي الصورة التي قدموها عن النبي صلى الله عليه وسلم صورة شديدة التشوه وهو مثلا أشياء كثيرة أنا لا أريد أن أقضي فيها الوقت لكن الخلاصة أنها صورة من يسمعها ينفر منها لدرجة أن المسلمين الذين يتبرؤون من الأصنام يعني أصل الإسلام هو ضد الأصنام كان الغربيون يتصورون أنهم يعبدون الأصنام كان الغربيون يتصورون أنهم يدمرون ويخربون قبر عيسى وقبر مريم مثلا ولا يحترمونهما رغم أن هذا شيء من الثوابت يعني عند المسلمين أنا أتكلم هنا عن المحتوى الذي قدم للعامة هل كان أصحابه يقتنعون بذلك؟ لا إنما كانوا يجيشونه في إطار الحروب وطبعا مثل هذه الأمور في ذلك الزمن يتطور بالانتقال والشائعات ويصير قناعات مسلمة يبنى عليها فيما بعد بعد ذلك ظهر الاستشراق الأمريكي وبحسب يعني ما يكتب أن الاستشراق الأوروبي هو برد وسلام إذا ما قولنا بالاستشراق الأمريكي إلى أي مدى هذا صحيح ولماذا؟ هنا طبعا إذا غادرنا العصور الوسطى الأوروبية سنجد أنفسنا أمام عصور الاستعمار حين الأوروبيين هاجموا بلادنا حين هاجموا بلادنا هذه كانت فترة نضوج الاستشراق لو صح التعبير لأن المستشرقين كانوا موجودين في الحملات التي جاءت إلينا يعني نحن عندنا في مصر كانت هناك تقارير استشراقية كتبت لنابليون قبل أن يأتي إلى مصر ونابليون كانت لديه مكتبة تتحدث عن مصر سنتحدث عن هذا في الجزء الأخير من المصر نعم لكن عن الاستشراق الأمريكي يمكن القول إذن باختصار سريع طالما تعرض له بالتفصيل باختصار سريع الاستشراق الأوروبي كان أكثر اهتماما بالمباحث اللغوية والأدبية والحربية الاستشراق الأمريكي أضاف مناهج علوم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا وهذه من إضافات الاستشراق الأمريكي فيما بعد وهو تطور أكبر وأوسع وأضخم مما انتهى إليه الاستشراق الأوروبي فنستطيع أن نتحدث عنهما كمرحلتين متمايزتين لكن طبعا الاستشراق الأمريكي استشراق وضع يعني توفرت له من الإمكانات ما لا تتوفر أبدا للأستشراق الأوروبي وصار على نفس نهج الأوروبي في عملية تشويه الإسلام نعم على نفس النهج نعم على نفس النهج طب لكن بأدوات أفضل مع تفصيل نعم هذا يعقودنا إلى فهم الواقع الآن الرهم الرهاب الإسلامي في الغرب أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الإسلاموفوبيا إلى أي مدى يمكن الربط بين الاستشراق كحركة علمية ممتدة عبر قرون وبين الرهاب الإسلامي الذي نراه اليوم هذا الاستشراق هو أصل الإسلاموفوبيا يعني الإسلاموفوبيا هو الوليد الطبيعي لحركة الاستشراق لأنك حين تزرح في مجتمع ما وبشكل مستمر على مدى ثمانية قرون أنواع الأكاذيب والضلالات والتحريض والتشويه فبالتالي تنتج ثقافة عامة هذه الثقافة العامة هي ثقافة عدائية ضد المسلمين و يعني لذلك و كثير من الكتب التي تعرضت للإسلاموفوبيا تتكلم عن هذا أن أصل الإسلاموفوبيا يرتد إلى زمن الحروب الصليبية الذي هو زمن تأسيس للسشراقي في حقيقة الأمر و طبعا من المفيد أن يقرأ في هذا كتاب كارين أرمسترونج سيرة النبي محمد في مقدمتها كذلك كتاب تأثير الإسلام أو ترجم بالعربية فضل الإسلام على الحضارة الغربية منتجم ريوط هذا أيضا تكلم في مدى طويل عن الصورة التي تكونت عن النبي صلى الله عليه وسلم و كتاب تراث الإسلام الذي أشرف عليه شاخت و بوذروس هذا الذي صدر في علم المعرفة الجزء الأول فيه فصل مهم للغاية للمساشق الفرنسي مكسيم رودينسون عن تطور صورة الإسلام في الدراسات الغربية فبدأ استقصاء تاريخي استقصاء تاريخي لتطورها فالحقيقة أن الإسلاموفوبيا هو الوليد الطبيعي المولود الطبيعي لحركة الاستشراق و لذلك لا يمكن أن نتحدث يعني لا يمكن لأي أحد أن يقلب في تاريخ الإسلاموفوبيا إلا و يجد نفسه مضطرا للوصول إلى الحالات الاستشراقية الأولى التي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا مما أتذكره أحد القساوسة سبحان الله غاب اسمه عني الآن كتب كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم و يعترف في مقدمة الكتاب بأنه لم يقرأ أي مصدر إسلامي و يقول و لكن هذا ليس مهما فإنه مهما ذكرت عن هذا من الشر فهو في الحقيقة أكثر شر مما ذكرت فهذا نفس غير علمي بالمرة هو نفس عدائي و تحريضي يعني هو يعترف أنه لم يقرأ شيئا و أنه زيف و ألف و كذب و مع ذلك يقول فالحقيقة أنه أشكر من ذلك هذا في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قديما يعني نعم في ذلك الوقت لكن أنا أتكلم عن مسألة الرهاب الإسلامي ينتد جذورها إلى رجل يكتب دون أن يطلع على أي مصدر و يرى في نفسه الأهلية لأن يكتب حتى مكسيم رودينسون نفسه مكسيم رودينسون نفسه و هو مستشق معاصر فرنسي يعني مات قبل عشرات سنين يعني ليس بعيدا كتابه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب سيء يعني هو يقول أنه ربما لو صح شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح إلا عشر صفحات طيب أنت كيف كتبت كتاب من حوالي أربعمائة صفحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى و بعض المستشرقين ينتقد هذا يعني بعض المستشرقين ينتقدوا ينتقد بعضهم بعضا في هذا التجوز يعني هذا الاستسهال في التأليف إلى درجة أن هناك مستشرق اسمه هينري لامنس وهو رجل يسوعي و كنسي و قس كتب يعني كتابا سيئا جدا عن القرآن و عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقال لو أن هينري لامنس طبق هذه النظريات على الأناجيل ماذا يبقى منها؟ هذه النظريات النقدية التي طبقها على القرآن لكي يصل إلى إنه غير صحيح لو طبقها على الأناجيل ماذا يبقى منها؟ نعم يعني حقيقة تبين لنا أن الاستشراق يعني هو أساس العلاقة بين الإسلام والغرب أو أساس علاقة الغرب بالإسلام وصلنا إلى الحديث عن موضوع علاقة الاستشراق بالحركة الاستعمارية التي وفدت إلى العالم الإسلامي وفي قلب منه العالم العربي لكن ليس قبل أن ذا بلا فاصل أخير هذه وقفة أخيرة ولا نعود لاستكمال الحلقة ترجمة نانسي قنقر الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلا بكم أستاذ محمد حينما بدأت الحملات الغربية إلى احتلال بلاد العالم العربي والإسلامي وما يسمى اصطلاحا تاريخيا بالاستعمار كان واضحا وربما من أخطر هذه الحملات حملة نابليون بونابرت على مصر التي أنتجت بعد ذلك تغييرا جوهريا في بنية المجتمع المصري بعد ذلك بعقود هل كان هناك ارتباط وثيق الصلة بين القرار السياسي للحركة الاحتلال للدول العربية والإسلامية وبين المنتج الفكري الاستشراقي نعم جزاكم وخيرا هذا نستطيع أن نقول أن عصر الاستعمار هو عصر النضوج لاستشراق لأن الاستعمار في ذلك الوقت لم يكن مثل الاستعمار القديم لم يكن مثل حملات صليبية ولم يكن مثل الغزوات الإسبانية والبرتغالية مثلا لأمريكا الجنوبية والشمالية وإنما كان استعمارا جديدا هذا الاستعمار كان بحاجة إلى أن يدرس هذه المجتمعات قبل أن يدخل إليها ولذلك طبعا جذور هذه الأزمة تُعهد إلى بعد هزيمة الحملة جذور الاستعمار تقصد؟ نعم جذور دراسة المجتمعات جذور دراسة المجتمعات تعود إلى بعد فشل الحملات الصليبية بعد فشل الحملات الصليبية بدأت تظهر التوصيات التي تقول أن المسلمين لا يمكن هزيمتهم عسكريا لماذا تقول فشل الهجمات الصليبية؟ هم جلسوا 200 عام تقريبا 101 عام في الشرق يعني يمكن أن نتكلم طويلا في التقييم لكن فشل الحملات الصليبية هذا تقييمهم هم أنهم كيف لم يستمروا في الشرق؟ هذا هو مقياس الفشل يريدون الاستمرار يريدون الاستمرار لأنهم لماذا بعد هذه السنين لم يستطيعوا أن يستقروا في الشرق؟ لماذا كل الحملات العسكرية وما أتيح لها من القوات الأوروبية وتجهزة الأوروبية انتهت إلى الفشل فمثلا من ضمن الأشياء التي يجب تذكير بها الكنيسة الإيطالية كلفت قصة إيطالية اسمه مارينو ساوندو ترسلو هذا كتب تاريخا للحروب الصليبية في 12 مجلد ثم وضع في المجلد الثالث عشر توصيات فكان من توصياته أنه إذا أرادت أوروبا أن تغزو الشرق مرة أخرى فعليها أن تبدأ بمصر وليس بالشام لأنه لما غزوا الشام كانت مصر في ظهر الشام تمده بالمال والرجال ومنها انطلق صلاح الدين ومنها انطلق المماليك مصر يعني بلد خير يعني كثرة عددية وكثرة مالية هذا كان اكتشفه الصليبيون بالمناسبة من الحملة الصليبية الخامسة الحملة الصليبية الخامسة جاءت إلى مصر الحملة الصليبية السابعة جاءت إلى مصر والحملة الصليبية الثامنة ذهبت إلى تونس لكي تأتي إلى مصر لكنها ردت على يد الحفصيين والحملة الصليبية الخامسة والسابعة رزمت على يد الأيوبيين على كل حال القصد هنا أنه لما جاء نابليون بونابرت جاء إلى مصر ولم يذهب إلى الشام ومنها ذهب إلى الشام نابليون كان محتاجا إلى الاستشراق لكي يمهد له هذه البلد وبالفعل الخطاب الذي جاء به نابليون والسياسات التي جاء بها نابليون تدل على ليست تدل بمعنى أنني أستنتج لهذا الآن مكتوب في الأرشفات مكتوب من المستشرق الذي كتب التقرير من المستشرق الذي كتب الخطاب نعم نعم مستشرقون وكانوا موجودين في البلد لفترة قبل الحملة الفرنسية لأن حتى قبل الثورة الفرنسية كانت الإمبراطورية الفرنسية تريد السيطرة على مصر فكان لها من يكتب لها التقارير وجاء نابليون ومعه علماء الحملة الفرنسية الذين أخرجوا فيما بعد موسوعة وصف مصر وهي موسوعة لا مثيلة لها في الحقيقة تكلمت عن كل شيء موجود في مصر الجبال الأنهار المآزن الحشرات النباتات يعني موسوعة هائلة في وصف مصر أخرجها علماء الحملة الفرنسية لكن القصد أن المستشرقون كانوا يمثلون التمهيد العلمي والتمهيد السياسي وكذلك التمهيد الإعلامي للحملات الاستعمارية الجديدة فنابليون لما دخل دخل بخطاب إسلامي ودخل وهو يعلن أنه مسلم وأنه سيدخل الإسلام هو وجيشه وتسمى بالحج علي نابليون وكان يحضر مجالس الزكر ويتمايل في مجالس الصوفية ويتقرب إلى المسلمين بأنه اقتحم روما عاصمة البابوية الكاثوليكية هل صار وليا للأمر في أدبيات الخطاب الإسلامي؟ لم يصر وليا للأمر في ذلك الوقت طبعا وجد من حاول أن يتخذ هذا الدور لكن لم يصر وليا للأمر في هذا الوقت ولذلك لعل وهذا الذي دعاهم إلى أن يحتلون بالوكالة يحتلون من خلال أناس من بني جلدتنا لكن القصد الآن أنه مثلا لما الفرنسيين دخلوا للجزائر من الذي ألقى الخطاب الفرنسي في الجزائر؟ المستشرق الفرنسي المشهور أبو الاستشراق الأوروبي الحديث سيلفيستر دوساسي هذا مستشرق مشهور جدا وهذا المستشرق له قصة مؤلمة لعلنا نحكيها في وقت آخر لكن ذكرني بها قصة إذا بقي عندنا وقت حتى يمكنك أن تذكرها ربما بقي معنا ثلاث دقائق أو دقيقتان فقط أريد أن أسألك يعني الآن في ظل هذا الواقع الذي نعيشه الآن يعني اختلاط الشرق بالغرب وسقوط الحدود هل ما زال هناك استشراق؟ نعم الاستشراق بدقيقتين الاستشراق الآن في عصره الذهبي الاستشراق الآن توفرت له آلاف أو عشرات آلاف المراكز البحسية الاستشراق الآن يعني مؤسسات الجامعات الغربية والمراكز البحسية بل والجامعات الإسلامية تخرج مستشرقين نحن لدينا في بلادنا العربية برامج موجودة باللغات الإنجليزية والأجنبية وغير موجودة بالعربية أي نحن في جامعاتنا العربية ننتج مستشرقين لأنه موجودة بلغاتهم اختراق النخاع الشوكي المستشرقين نعم نعم الحقيقة الآن الغرب يعرف عنه أكثر مما تعرفه السلطات المحلية حين تنظر مثلا البنك الدولي حين يقدم توصياته يقدم توصياته في مجلدات ليس في أوراق مجلدات يعرف فيها تشريح اقتصاد البلد أنا كنت أتحدث مع أحد مسؤولي وزارة الرئيس السابقين في مصر فكان يقول لي أنا حين أريد معلومات أتصل ببعض الأمريكان أحصل بها على معلومات القرية المصرية الفلانية يقول أجد معلومات تفصيلية لا ينقصها إلا أن يعدوا كم حمارا كم بغلة كم بقرة في الطريق فالآن هم يستخدمون إمكانياتنا نحن لدراستنا يعني من يبتعثون من بلادنا للدراسة في الغرب يكلفون في الغالب بأن يكتبوا في موضوعات عن الشرق فالموضوع طويل ولا شك أننا إن شاء الله سنبحثه في حلقات مقبلة في موضع أخرى متعلقة بالإستشراق أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد ختما المشاهدين الكرام أشكر ضيفيا الكريم الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارات الإسلامية كل شكرا لكم في حراسة المولى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر